محطة اكسيبو 2020 ان شاء الله تكون عندنا تجربة للمحطة كاما قيمة 3 دراهم وفيها 16 دراهم عندنا هذه المحطة نزلنا من المحطة على طول البوابة على طول 70 سنة ومعرض اكسيبو الدولي متوفر في نصات استعراض شو يستعرضون يستعرضون اهم الابتكارات اللي ترسم ملامح العالم هذا هو اكسيبو وكثير من الدول هذه اعلام الدول المشاركة في دولة امارات 192 دولة تجي منهم من يعرض اشياء كثيرة نذكر لكم بعد شوية انها تقلد افضل اكتشافات واحدث التقنيات في جميع انحاء العالم مثلا اكتكارات تاريخية اللي نحن عشناها في اكسيبو اه في العالم يقولك سنة 1939 في نيويورك الدولي اه معرض اكسيبو نيويورك الدولي طبعا اكتشفوا فيه جهاز التلفزيون وسنة 1892 في لندن اكتشفوا فيه سلمكم الله الحواسيب نزين وسلمكم الله في سنة 1876 سنة 1870 اه فيه اكسيبو اه بيكسيبو كذلك اه معرض دولي اكتشفوا فيه التلفون اللي انا اصوركم فيه تخيلوا اني يوم من الايام يعرض فيه اكسيبو هاتف ونحن نصور فيه حساب اخوكم دلع قرشك اكتشفوا مجموعة الاكل ودق الصواني خلال معرض اكسيبو الدولي اكتشفوا فيه ابتكارات الاغذية مثل وجبات الشهيرة اه اجوات الشهيرة مثل اه كتشاب وغيرها من الاشياء اه ونوع من الاسكريم او غيرها من الاشياء الكثيرة سنة 1904 التصاميم التاريخية في اكسيبو نشوف التصاميم التاريخية لاني لازم نرويكم قبة الوصف على التصاميم التاريخية مثل قصر كريستال في لندن سنة 1851 معروف في لندن وبرج ايفل معروف في روسيا سنة 1889 وعندكم العجلة الترفيهية الدوارة في شيكاغو سنة 1893 وعندكم برج الفضاء كذلك سنة 1962 اعتقد ذلك وعندكم ساحة الوصل هي الأعظم والأجمل في جميع ما راح لاكسبو استمتعو وشوفوا واكسبو نتكلم عن موضوع الاستدام الأجنحة مثل ما حالوا منطقة تنقل عندكم وعندكم منطقة الاستدامة وعندكم منطقة الفرص معاها يا جماعة الخير انزين شو منطقة الاستدامة انزين لازم نعرف عن استدامة طبعا منطقة الاستدامة فيها اشياء كثيرة عشان ما اخرب لكم الاشياء منطقة الاستدامة فيها محطة مستدامة عرفوها محطة استدامة مش كتن نعنة بعيد عنها ولا ورويكم اياها وبيت عندكم فيها بيت الهامور وعندكم سالكم الله عندهم مسرح المنطقة هذه الاشياء الموجودة في منطقة الاستدامة انزين فيها اجنحة نعم فيها اجنحة فيها تجول عبر الشلالات المائية في البرازيل هذه لازم تزورونها كذلك عندكم المياه في الصحراء في جمهورة تشيك لازم تزورونها كذلك عندكم غابة قسم التنقل اللي ذكرنا لكم فيها منصات التنقل وفيها سيارات المستقبل اكسشافة الفضاء وفيها مسار التنقل وفيها اشياء كثيرة شو التجارب الموجودة في هذا الجناح التنقل استكشاف الكون وعندكم افداعات العقول المستقبل في جناح روسيا وعندكم العالم الافتراضي يتلاقى مع الواقع في جمهورية كوريا ودائما هذا الجناح ازدهم باجي عندنا جناح واحد وهو الفرس نشوفه ما بعض ونطلع من عند الجماعة الفرس انا دخلت احدى الاجنحة الاجنحة طبعا شو ما لو تلاحظون يتكلمون عن ثقافة البلدان والاشياء اللي هم يفتخرون فيها وكل جناح بالطريقة هذي اللي انت تشوفونها معاكم طبعا بعد الاجنحة دعم من دولة امارات العربية متهدة طبعا اجنحة الفقيرة وبعدها لا هي روحها دعم من الدولة نفسها نحن احد الدول ما شاء الله عليهم في نقلة حلوة للثقافة عندهم طبعا دول افريقية انزين تعالوا منطقة الفرس هي فيها تكوين معرفة جديدة حاولوا انكم تكتسبون مكارف جديدة حول الثقافات الناس ارض صيف لا نهائية مثل هذه الاشياء ما شاء الله عندهم اشياء جميلة جدا في هذا المكان انزين عندكم تكوين معرفة جديدة وعندكم مبدعون في الخير وعندكم تمكين الشظال وهذه منتجات عند الجماعة اندونيسيا تعالوا مع بعض جولة سريعة في جناح اندونيسيا مرحبا سهلا هذلك من الاشياء الجميلة جدا شوفون شوفوا عرض الثقافات عندهم اشياء اللي يستخدمونها عندهم الترحيب ما شاء الله سلام رحبتين سلام عليكم كبير طبعا اندونيسيا شكرا ما شاء الله عندهم شيء ابداعي شيء شاشة العرض تدركم على الاشياء اللي يستخدمونها في اندونيسيا الاكل ثقافاتهم في الراقص او غير من الاشياء اشياء الموجودة عندهم الصناعات الموجودة عندهم او غيرها في هذا الفرع حيوانات الموجودة عندهم بعد التقوص هاي ثقافات صناعاتهم الجزر اللي عندهم شوات جافا سماترا كورنيو سلاوسي بطول هايذا الجزر ما شاء الله هاو مني ايسلاند يو هاف سبنتين تاوشن ايلان يالله سبه تالاف بسكن في اي جناح يارضون لكم منتجاتهم تقدرون تشتروا من هذي المنتجات المعروضة عندهم كيف حالي عندهم شيء انا اخطعت قبل عن موضوع برج ايفل ما عدري وين قلت باريس ما عدري وين امهم فرنسا خدوها المعلومة هذي هذا انتي عارفين كلامي كان ارتجالي عشان توصل المعلومة للكل ما شاء الله هي عندهم تقنيات خلونا نسأل ونستفسر عنها ما شاء الله عندهم شيء تقنية هاي طبخ هذي باله ما تدليع الكرش حق المطاعم لا مني مع شخص متمكن بعبدالله هذا المكان في عضي هاي منطقتها وجودها قريبة من اندونيسيا هذا ماليزيا صحيح هذا بانكوك هذا مكان طبعا هذا أدد السكان عندهم معلومات عاصمتها قومت نظامتنا قوم مساحتها وهذا ألمه هو طريق هيا كان شكله عندهم أشياء طافية لا تسممهم هذا اللي تشوفون هذا جبل من الجبال اللي عندهم يسكنون في المنطقة هادي يتزون بهاللبس هذا أحد المهرجان تقنون فيها سكن عندهم الطريقة هادي مكان تشوفون تقافعت بلدان هاي منطقتها هاي ليك ملاوي هادي الاسم إذا نطقته غلط المهم هذا لبس سيم الرسمي امرأة ترقص شي اسمها باع وعندكم نطقتون لكم تكليلوجيا موجودة عندهم يستخدمونها حتى في البنوك في المستشفيات في الدراسة يستخدمون التكليلوجيا وهنا كذلك في قلب إفريقا موقعهم هادي من العالم هادي فتنام السلام عليكم هالو وما عدل تفنام لبسهم التقليدي الطريقة هادي وعندهم ما شاء الله يعرضون لكم عن تفنام لقص تقليدي مالهم وبعد مسمون لكم العرب خاص فيهم اشتركوا في القناة هذه الأشياء وعندهم نسو ما تتعودنا إن إذا طلعنا من كل مكان عندهم منتجات يبيعونها خاصة بيهم هذا الشاي وغيرها هادي وين البوسنا والهرسك تشتهر البوسنا والهرسك بالمياه النقية هذا النهر وغيرها عندهم معادل عندهم أشياء قوة المياه وعندهم نفط عندهم هادي وين بلا روسيا بلا روسيا تشوف الاسم طلع لكم ولا لا بلا روسيا اوكي بشير ما بعد تقنيات صناعية تكليلوجيا عند بلا روسيا عندهم بلا روسيا بلا روسيا بلا روسيا بلا روسيا اعرضوا متاجرهم والاشياء الموجودة عندهم شوف الاشياء الموجودة عندهم شوف الاشياء الموجودة عندهم شوف المستقبلية بتكون عندهم ان شاء الله شغالين في تصميمها في المستقبل باكستان باكستان مرحبا بكم في باكستان هادي ناس ورائي طبعا هادي اضواء مش كانت تتخيرون في التصوير يبين انه ديكور ولكن ها الاضواء سبحان الله هذا شكل المستقبل قادم قادم لابسه طبعا يبدي هنا تجارة عندهم باكستان كيف أبدعت والله توقع انك هنا بس ينضبون اتوقع انه بتكون دولة استثمائية باكستان تقرون تاخدون صورة مثل ما ها تقولكم بتصوركم 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 صورة احترافية بزاوي معينة بطاريق ريبورتات معهم هادي فيها ريون دفافتين طبعا اخوكم احينا بينزم الزحلاقية هادي الاتحت معاي يل بسم الله لازم يكون طولك اطول من هادي الطول يعني اذا كان ولدك بطول هذا هتصل اقل لا بسم الله 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 اني مستاجر اني بروح حلاط راجع راسي حيما. احاول اني اصور لكم اسرع شيء. مجسم هاري. سبع دقائق من ماتة سبع دقائق. كل مرة مرة سبع دقائق. قتل متأة الاستمتاع. بالاسف. آخر تجربة ان شاء الله.